السلام عليكم ورحمة الله اليوم حبيت أبين كيف نقدر نفرق شكل الموازن يقول في الثلاث أشكال نحن نعرف أنهم يعتمدون ثلاث أشكال ماكرو وميكرو والميكرو السهل نحن نقوم بإمكانكم 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 الميكرو وميكرو وميكرو عملت هنا أبين أن هذا يجوز الحل عليه من خلال زل التجارب كانت نفس الأشياء ونفس الأحمال لكنهم اختلفت النتائج وميكرو طبعا إحنا طوب طين اخصاص اللودة كلها على اعتبار نوازون رب واحد ليش عشان اشوف انه بعمل مكرو بعمل خاصية واحدة فانا اريد اشوف الشكل بالخاصية موحدة فعملنا هيدو دينا على السم في جمعنا هنزل ما انتو شايفين وتقلنا على ستيب اخرنا شنو ديناميك اكس بليست لان عندي اللود هريزنطان لود احيب تشوف طبعا الانتراكشن في جميع الجسم اللود عندي كان اول اشي هذا عبارة عن واحد ميجا باسكال عندك عندك الهودة فكسد نظام نفس الاشي طبعا عملنا في مجال ثاني ولكن خليجي نشوف هون لما نيجي نعمل بعد يجي نمش سوينا مش كل نفس الخط وعملنا هون كان عنده كومبليت ما اعتدر وبعد ما جينا عملنا كومبليت هاد هي النتاج على اليو وعلى الاس زي انتم شايفين عندك اس تري تري اس وان وان نعمل 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 اشتركوا على الاكسل كيف بيكون. زي ما انتم شايفين هذا وين في منتصف ايش المازون ريب. طب لان جئت قلت بدي على اطراف المازون ريبولي. كيف ممكن نحسب ممكن نقض نقطتين على اطراف كونتنيو. مثلا من هون يدد. وبعدها بداني مثلا النقطة هادي من هون. والنقطة مثلا من هون. ونحن نحطن هادي خلالها تكون طبعا نفس المكان. وهنا اعملنا بلوت. زي ما ما انتم شايفين هذا الشكل ايش بيكون هيد طبعا نحمل هذول اثنين. او من روح على بلوك تولز اكسل. ومنختار الاثنين او منعمل على طريق فورم كورينت اكس واي. انا بفضل هيد. وبتعمل هيد عشان كل واحد يكون لحالة افضل اشي عشان لانه في اختلاف النتاج عشان يكون اوسع عشان يبين اوضح. طبعا مع بعض ريح يكون هايش مش واضح في المنوع. طيب اه هذا بالنسبة لهات. طيب وين نحن لان الاول في الاخرى واحد ايما. موجود. له هاد طيب احنا انا اول شخص راح نسوي الثغنة. وبعدها هم نرجع لوقف الغرجين عشان نشوف الفاق بيننا. طبعا هذا بالنسبة ليش? للزاوية الفقانية. هذه الزاوية الفقى هذه الزاوية التحتها. طيب احنا نشوف المنتصف الجسم. اللي هيش اعطاني شكل طبعا رحيب. واللي بقدر اكله. انا نحين بدي احطك بجانبه. طبعا ها. نعمة كده. ونجيب هاي هيك. وهذه هيك. ونقود على هون. يعمل الشيخ. والملي. كده. فعننا اصبع ايش? تلف اشكال. الشيكل الاول. اطراف. الطرف القاني. الطرف السفلي. ونعيش مع المنتصف البري. اللي هنازم اللي يقول. وبين كيف عندي بارك كبير بيكون. لان اتطلع حوانا مثلا. اللي هي. اللي زارحة. اللي يسبل هاد. اللي يسبل هاد طبعا في بارك كريخ. طبعا من هون السفر في السفر سبعة. الثاني مينوس اربعة. والثالث برضو مينوس. هاد اهم شي انت لازم تكون يعني ايش. طبعا هون اعلاقين من السفر بصفل سفر اثنين. عشان تكون وهمين. هون بتشوفوا اعلاقين ما بتكون هون. بتلاكوها وين. هون. تلاكوها في المنطقة. هذه اللي هي بارضو يعني اعلاقين ما عندهم الو سفر بصفل سفر اثنين. طبعا في فرق. هاد اكبر ايش. ليش منتصف. بالاطراف لان في فيكست بيكون اقل عملية الاساحة ونبعا هون بيكون الانهيار وهان الانهيار طيب انا حين مثلا جيت اخذنا مثلا ليش اخذنا اه مثلا ما ظن نريبول بهذا الشكل اللي اعمل علينا نرجع حلا مثلا شكل اخر مثلا ناخذ الماكرو شكل جميل بطلع برضو نتائج حلوة لكن في فرق وهذا اشي بيحملنا نعرف شو الفرق بينه احنا لم نيجي هناك لكن الشكل كشكل نوعا ما يعني قريبات من بعض لكن ازاحة في اختلاف يعني اه واضح طيب احنا منيجي على طول هون من كل كونتينيو من كل اوكي يدد ومنعمل انا باندي مثلا ايش اعمل ايو تري اشان اوقت نقطع منتصف اعمل عليها بلوت طبعا هون اغسف بلوت يدد سيليكت بير بلوت اوكي زي ما انتم شايفين صبر فصبر ثلاثين هناك كونفن زي ما انتم شايفين احنا وفي اللوت انا تجهاض نعمل علي يدد وناخد عن نوين على كوبي ونيجي هون ونعمل هون هيك ونشوف شكله وشكل اوضح هون عشان نوضح لنا النوضة طبعا زي ما انتم شايفين هذا صبر فاصل صبر ثلاث ما انتم شايفين هذا صبر فاصل صبر ثلاثين حتى تم الانهيار ولكن هون شايفين هنا وصل لنقطة صبر فاصل صبر خمسة وانا وصل في الانهيار صبر فاصل صبر واحد اي شوية وانا وضح الفرق بين انك تعمل موازن ريبول من خلال من خلال ميكرو وماكرو طبعا انا في عملي ما بعمل على اساس انه ميكرو انا بعمل على انه اساس اسكيل اسكيل وليس ميكرو واحنا بنشترع هذا الموضوع طبعا زي ما انتم شايفين انا برضو اخرى اه شغلة ثانية حبيت ان اوهلها ان انا برضو عملت بشكل مثلا اه ثالث والهو كان بهذا الصورة اللي هو ميكرو اللي هو بهذا الصورة يحمل شغوطة زي ما انتم شايفين طبعا حاولنا ان نعمل مقارنة بينهم كانت النتائج زي ما انتم شايفين كلها تقريبا شبيه انا ما بنجي على اليوم نشوف من ذلك ايوه مضبوط شغل واحد لكن هاد خلينا نحدث بالن السابق نحط delete ولما بنجي على هون نكون continue بناخد displacement تجاه القوة بنعمل edit بنختار النقطة في المنتصف هون بنعمل بلوت ونشوف ان هون برضو صفر فاصة صفر ايش ثلاث صفر فاصة صفر ثلاث فلما منروح على edit ومنكل اعطيني خلينا نشوف كيف شكله بكون بالمقارنة مع السابق فنحنا ايش بعطيني ان يكون شكله بهادي هادي الصور هادي الصور طبعا النقطة هيد يجي هون هاو نعطي ايش هادي الفارق هادي الصور مشابيع هادي الفارق بين هنا صفر فاصة صفر ثلاث صفر فاصة ثلاث صفر فاصة ثلاث خمسة لازم يكبر شوية شوية واضح وطبعا اقل ايش بكون هادي اللغوتة والشي هادي طبعا في جارة مهمة ان انا اه وراح اقول لنا انا متأكد بيختلف لو رجعت لها. اللي هو ان انا عملت هون اه فيكسد على طوق. بينما هناك في المثال السابق عملتها كل طين. دعونا نجرب احنا مثلا نعمل واحدة مثل هذه على طول ايش المناظنري. ونشوف كيف النتائج اكيد راح تختلف. اكيد راح تختلف وضروري انك تتسوي. لما تشتغل تعمل على اعتبار ان يكون كل شغل واحد مواحد. لان انا بتردد ان تت اه لانيديني اضافت. السابق خمسة السمين يожу الى szatinals népsa tre pitofsiconehtv. انا اسو الى ما هو الميت خلف trafoneynnمن ressalt free that it makes you considered pa! ثلاثة باسلا Rsamom 10.5. نحن انا انا جميل من ان هون فبلتكن عملت احنا نعمل ايسا تقوم ب roasting 3.5 من السابق نعملRI تماملها. راح تشتغل. ثلاث بصة بخمسة. هنالشيك صغيرة. خمسة من هناك ايش? اتنين بصة واحد خمس ستة. طبعا في قلط لازم نرجح نحذف. هذا الشكل لان من قصد في مشكلة. احنا عمليا هنا اثنين. لا اشرين انا اسف. انا اشرين هيك ممكن يكون صح الموضوع. انا عمليا نروح الحين اه. نحن الاشيك صح. ثلاث بصة بخمسة. وبنعمل هيك وهيك. اثنين فاصلة اثنين فاصلة واحد خمس ستة. اكي اثنين فاصلة واحد خمس ستة. اه مه لدي اون. كم عندي اون. اشانا اتكى الاتارة. رأي من الملبية. طبعا لازم نعرف كثير من هنا. ستة. انا هنا. اعتدر على هذا الخطأ البسيط اعتدر على هذا الخطأ البسيط طبعا يجعل اربع اوكي وبنعمل من هنا طبعا ضروري نعمل علي هنا ايش ننوحد هنا بالخصائص اوكي اوكي سملي ستيب انتراكشن ممكن احنا نوري ايش السابق كله اشان ما يكونش عنها مشكلة نعمل نتراكشن تاي يدد تاي اوكي اوكي من هون نرجع اللوت زي ما انتشافين ننغي اللوت هاي بها زي ما هي لكن هوا اللوت انا ما نلزمنيش انا بنتأكد لانه نجد ان يكون الشغل كله واحد فاعمليا نجيب هون نقطة هالي مع النقطة هالي مع النقطة هالي مع النقطة هالي مع النقطة هالي نقوم بمش طبعا عشان ما ننسانش ان احنا عنا ايش فهادي بتكون ايش صفر صفر اربعة نجيب عن حجوب بلاي اوكي هانل هانل فهي نجيب عن حجوب هنقول لك وهعد كما نقوم باكي كما نقوم باكي نقوم باكي هل نقوم باكي شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة